السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله القيكب الكافي او شجرة اسفندان هي شجيرة رائعة جدا تتميز بجمال اوراقها وتعطي منظر رائعة للحديقة فاليوم نتعرف على طريقة العناية وطريقة الاكثار لهاي الشجرة الرائعة تعالوا مع بعض نشوف كيف نعتني بهاي النبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احلام وسهلا بكم احبابي ومتابعي ومشاهدي عالمنا عالم الزرعات الممتع طبتم وطابة أوفاتكم اينما كنتم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين معكم احوكم محمد يسين من قناة عالم الزرعات الممتع قناة نتحدث فيها عن كل ما يختص بالزراعة من طريقة العناية وطريقة الاكثار وبعض صناعة الادوية الطبيعية في المنزل بدون اي اضرار على الانسان فاليوم هنتلم على موضوع كثير مهم تعالوا بنا نتعرف على موضوع اليوم شجرة القيقب وتسمى في بعض البلدان بشجرة الاسفندان وشجرة القبقب هي شجرة تزرع في الجزء الشمالي من الكرة الارضية والاماكن المعتدلة الحرارة وخاصة يتم زراعتها بكسرة في الصين وفي اوروبا والبعض المناطق الشمالية من روسيا وكندا وشجرة القيقب نوعان فهناك نوع يتساقط ورقه في بداية كل موسم وأما النوع الثاني فهو دائم الخضرة ويزرع في آسيا ولكنه قليل وتمتاز اشجار القيقب أنها أشجار ظل أي يجب أن تزرع في أماكن لا تتعرض كثيرا إلى الشمس أي أماكن بها ظل ويتراوح طول هذه الأشجار ما بين عشرة أمتار وتصل إلى حوالي ثلاثين مترا وبإمكانك أن تجعلها شجيرة صغيرة أو إن شئت أن تزرعها في الصيز فهي تزين المكان ولها منظر رائع جدا ولك أيضا أن تتحكم في طولها كما نرى في الصورة ما أحببت إذا أردت أن تكون شجرة فلك ذلك أو شجيرة فلك أيضا ذلك فأنت تتحكم بطولها وجمال أشكالها وحتى أيضا تتحكم بلون أوراكه وينبت منها نباتات القيكب وهي لها أوراك عريضة ملتفة حول بعضها البعض أطرافها ذات ألوان جزابة وزاهية وثمارها جميلة وتحتوي شجرة القيكب على ألوان زاهية وجميلة ورائعة أثناء فصل الخريف ولذلك فهي تعتبر من أشجار الزينة ويغير لونها كل ربيع وأشجار القيكب يقومون بزراعة في الشوارع والحدائق العامة لأعطاء المظهر الجمالي لهذه الأماك وإضفاء البهجة على الشوارع والحدائق مما يجعلها تزين المكان وتساعد على الراحة النفسية عند النظر إليه أما موطنها الأصلي فشجرة القيكب السكري هو يزرع بالأكثر في الشرق وهذه الشجرة الرائعة لها عدة أشكال وأحجام مما يساعد على زراعتها بأي مكان وأن تكون مناسبة له وهو معتدل النمو وله خشب صلب ويبلغ نموه حوالي 5 سنتيمتر في السنة مما يجعله مناسب للزراعة في أي مكان أما طريقة الإكثار فيتكاثر بالبزور أو بالعقل وأيضا بالنسبة للري فهو يحب الري المعتدل ولا يحب الشمس القوية فهو يزرع في الأماكن النصف ظلية أو ذات شمس خفيفة وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المهمة على هاي النبتة الرائعة الجميلة وأتمنى أن تنال أجابكم فلا تنسوا الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا ونوع من أنواع الدع فانتظرونا إن شاء الله تعالى إذا قدر لنا الله البقاء واللقاء في فيديو جديد مع نبتة جديدة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته